الصفات العامة للثدييات تصنف الثدييات من الفقاريات وهي كائنات واسعة الانتشار والتي تميزها ثمان صفات عامة فهيا لنتعرف عليها أول تلك الصفات هي امتلاك الثدييات لفرو أو شعر يغطي جلدها والذي يساعدها على الوقاية من البرد وحماية البشرة الرقيقة والتمويه ضد الحيوانات المفترسة كما هو الحال في الحمار الوحشي والزراف ثاني تلك الصفات هي امتلاكها لغدد ثديية ترضع بها صغارها الحليب ثالث تلك الصفات التي تميز الثدييات هي امتلاكها لجمجمة متصلة بالفك السفلي كقطعة واحدة رابع تلك الصفات هي أن أغلب الثدييات يتم استبدال أسنانها مرة واحدة فقط بحيث تعرف المجموعة الأولى من الأسنان بالأسنان اللبنية التي يتم استبدالها تدريجيا عند البلوغ بمجموعة من الأسنان الدائمة الكبيرة أما الثدييات التي تستبدل أسنانها باستمرار على مدار حياتها فهي مثل أسماك القرش والتمساح خامس تلك الصفات هي امتلاك الثدييات لعظمة الأذن الوسطى الثلاثة المطرقة والسندان والركاب حيث تنقل هذه العظام الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية والتي تحول الاهتزازات إلى نابضات عصبية يعالجها الدماغ بعد ذلك أما سادس تلك الصفات عامة للثدييات فهي قيام أجهزة جسمها المتخصصة بعملية التنفيذ الغذائية والتي ينتج عنها الطاقة التي تحتاجها الثدييات للعيش في البيئات المختلفة والعملية تلك تتم بكفاءة في الثدييات عن باقي الكائنات التي تقوم بنفس العملية سابع الصفات العامة التي تميز الثدييات هي امتلاكها لجهاز تنفسي به حجاب حاجز متطور عن ذلك الذي تمتلكه الزواحف والطيور وهي عضلة في الصدر تضيق وتوسع الرئتين وتساعد على عملية التنفس أما آخر تلك الصفات فهي امتلاك الثدييات لجهاز دوري متطور به قلب من أربع غرف يتقلص وتمدد باستمرار لضخ المواد الغذائية لأجزاء الجسم المختلفة وتخليص الجسم من الفضلات ترجمة نانسي قنقر